السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي حضراتكم عاملين يا ربي دايما تكونوا كير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا من ينسيش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة وقبل دا كله نصلي على سيدنا محمد ودايما عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات ان شاء الله وطبعونا هنا هتلاقوا بجد فعلا المصدقية والله وكل اخبار صحيحة ان شاء الله وقابلنا النهاردة انا طالع النهاردة علشان ااكد لحضراتكم حاجة واللي عايز بقى بعد كده يفتي ويهري ويتكلم اي كلام هو بيقول ان هو صح لا الكلام صح انا الكلام النهاردة دا انا مسؤولة عنه ووثقة منه 100% لان دا مصدر مقرب جدا من سمارة في القاهرة هنا سمارة وابو جبل ما انفصلوش هما الاتنين الاتنين لسه متزوجين ولكن في مشكلة ما بينهم الله اعلم هتنتهي المشكلة دي على ايه الله اعلم هتنتهي ان هما يرجعوا البعض او ان هما ينفصلوا الله اعلم بس بلايش الغلط بلايش التجريح ولا فيها ولا فيه لديها عليقات بتيجي في غلط دا ملوش لازمة ولا اي حاجة انا كمان طلعة اوضح دا للناس اللي بيحبوها اللي بيهموهم امرها اللي دايما بيسألوا عنها وبيسألوني عنها هنا في القناة الناس اللي بتحبها واللي مش عايز يتابع مايتابعش واللي مش عايز يعرف مايعرفش واللي مش عايز يسمع مايسمعش محدش قال ولا حد قال لحضرتك ولا قال لك افتحوا الفيديو وتفرجوا عليه لأ ما تتفرجوش انا عاملة الفيديو دا بس علشان خاطر الناس اللي بتتابعها والناس اللي بتحبها والناس اللي دايما بتسأل عليها اللي بتحط وتقول لا هما خلاص تطلقوا لا هما ما تطلقوش يا جميع ومصدر قريب منها واحدة شغلة مع عريبتها واصل دار الفتوى دي مفيش الكلام ده خالص انا النهاردة تواصلت مع حد قريب منها وبقولي الكلام ده وانا متأكدة منه ومفيش اي انفصال والحمد لله يعني مفيش انفصال وابو جبل كمان حاطت انهم متزوج على الفيسبوك على صفحة بتاعته مفيش اي انفصال ما بينهم ولا اي طلاق ولا اي حاجة كل دا كلام ملوش اي اساس من الصحة حنقول برنامج اللي طلع فيه مبارح مع عمر اديب وهو تجاهل الكلام عن سمارة اه تمام كلام دا مزبوط اكيد علشان فيه مشكلة ما بينهم هما اللي اتنين وهما اللي اتنين كل واحد بيتجاهل تصرفات الاخر هما اللي اتنين فربنا يهديهم ويوفق الاحوال ما بينهم ولكن يا ريت ولا نفتي ولا نقول كلام مغلوط من غير ما نكون احنا متأكدين منه ونشوف حضراتكم على الف خير ان شاء الله في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو دا انا عامله احتراما وحبا احتراما للجمهور والمشاهدين اللي بيشاهدوني وبيتابعوني وبيحبوا سمارة ويهمهم امرها ودول دا بس اللي انا عامل الفيديو علشان مش عامل الفيديو علشان خاطر اي حاجة تانية انا حضراتكم طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله